كل المشاهد في إدلب تنسف مساري أستانا وسوتي وما توقعه المدافع والطائرات أبلغ مما توقعه الأقلام في المباحثات السياسية قالها الرئيس التركي أردوغان قبل أيام قد نأتي على حين غره آلاف الجنود الأتراك مدعومين بعربات ثقيلة وتحميهم طائرات حربية يدخلون ريف إدلب ويبدأون مع فصائل المعارضة السورية معركة عسكرية ضد قوات نظام الأسد وميليشياته سبقت المعركة بليلة طويلة من القصف المدفعي التركي الذي وصل حتى حدود القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ما هي إلا ساعات منذ انطلاق المعركة حتى دخل الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية بلدة النيرب شرقي إدلب وقتلوا عشرات العناصر من ميليشيات الأسد الخطوة التالية بحسب بعض المصادر ستكون السيطرة على بلدة الصراقب الاستراتيجية على الجبهة المضادة الطائرات الروسية واصلت قصفها المناطق السكنية الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية بل استهدفت مناطق قريبة من النقاط التركية على الصعيد السياسي تقول تركيا إنها ستنفذ خارطة سوتي بالمعركة إذا لم تجد المفاوضات في المقابل دعت موسكو أنقرة إلى وقف تزويد المعارضة السورية بالأسلحة وهذا ما يؤكد اعتراف روسيا بانقلاب نتائج المعارك الأخيرة ضد حليفها نظام الأسد في زاوية ثالثة حلف الناتو ينشر شريطا مصورا يستعرض قوة الجيش التركي الأمر الذي يراه مراقبون تأييدا للعمليات العسكرية التركية واشنطن العضو البارز في حلف الناتو جددت تأكيدها أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها من خلال معارك إدلب التكهن بنهاية هذه المعركة معقد كتعقيد الملف السوري وتشابك مصالح الفرقاء والحلفاء هل العملية التركية مجرد ضغط على روسيا لتقديم تنازلات في إدلب أم أن بازار المساومات قد أقفل وأصبحت الحرب وسيلة وحيدة لرسم الخرائط